شاعر النيل حافظ إبراهيم هو محمد حافظ بن إبراهيم المشهور بي حافظ إبراهيم من أبرز الشعراء في العصر الحديث ولد في مدينة أسيوط بمصر عام 1872 للميلاد عرف عن حافظ إبراهيم قوة الذاكرة والحفظ فحافظ الكثير من سور القرآن الكريم والعديد من قصائد الشعر لكثير من الشعراء فأحب الشعر ونظمه نظم الشاعر الشعر الديني وتعد القصيدة العمرية أهم قصيدة نظمها في الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب حمل في شعره هموم وطنه وعبر عنها في الكثير من القصائد الشعرية الوطنية والقومية التي تحث على الحرية والاستقلال من الظلم الذي ألحقه الاستعمار البريطاني في بلاده نال حافظ إبراهيم لقب شاعر النيل نظرا لحبه الشديد لمصر وشعبها ولأنه نظم العديد من أشعاره الوطنية التي أكثر من ذكر النيل فيها دافع في شعره عن اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم فنظم قصيدة يخاطب فيها أبناء العروبة ليبقوا مدافعين عن لغتهم العربية فيقول امتاز شاعر حافظ إبراهيم بالروح الوطنية التي تنادي بالتحرر من القهر والقوة في التأثير والوضوح في الأسلوب ترك شاعر النيل ديوان شاعر يضم أكثر من خمسة آلاف بيت من قصائده أما عن آثاره النثرية فقد كتب الشاعر ليالي سطيح ومن أعماله المترجمة إلى اللغة العربية مسرحية شيكسبير والبؤساء لذكتور هوغو توفي حافظ إبراهيم سنة 1932 للميلاد في مدينة القاهرة ترجمة نانسي قنقر